موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشاراتنا الإخبارية من قناة الجديد ربيع يوارى تحت التراب ريف على أبواب السياسيين والمحاكم طلبا للعدالة وغدا يدخل اسماء ربيع وجارج في مرحلة النسيان تماما كما نسينا شهدين في فوج الإطفاء احترقا لإنقاذ الآخرين فأنقذ وزير الداخلية نهاد المشنوق قضيتهما بضربة إقالة وتأنيب في الخندق الحزن كان عميقا وتشارك في دموعه المؤسسة العسكرية وحشد ناصر بطولة مغوار شجاع وإذا كان ابن المؤسسة العسكرية قد سقط صريعا على أيدي وجهاء الأمن الذاتي الفالت فأن هناك شهدين لفوج الإطفاء قد طواهما الخبر بعدما حرقهما الإهمال ونقص العتاد لكن وزير الداخلية أطفأ نيرانا تشتعل في قلوب الأهل وأعلن إقالة ثلاثة أشخاص بينهم ضابطان في فوج الإطفاء ووجه تأنيبا خطيا إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بلال حمد وأعضاء لجنة المناقصات في البلدية ما عده حمد إجراء باطلا عادل سعادي ومحمد المولى الذان يواجهان نارا في نيسان حد الذوبان عادا اليوم من النسيان باستدعاء وطلب حضور إنساني من الوزير المشنوق حتى لا تذوب الملفات وتصبح رفيقة الموت غضب من غضب ورفض من رفض وعلى رأسهم بلال بن حمد فالمجلس البلدي لم يعتد إلا مديح السلطان وهو كسائر مجالس ومؤسسات وشركات متعاقدة مع الوطن الحق يضيع ومعه المال العام وليس من مسؤول يرفع الصوت للمساءلة لأن الحساب في بلادنا هو حساب العملة وتوزيع الغلة وتقاسم الحصة ولو كانت بطعم النفايات وعلى قمة جبالها يقف مجلس الوزراء معلنا العجزة والاستسلام أمام إرادة السياسيين أسبوعان من الفضاء حنتنا ويخرج رئيس الحكومة تمام سلام بمواقف تلعب الغميضة مع اللبنانيين فيتحدث بالمواربة ويلمح من البعيد ويقارب عمق المشكلة بالهروم من التسمية ويعلن أن مشكلة النفايات وصلت إلى هذه النتيجة بسبب تراكم سنوات من محاولة معالجة هذا الملف بطرائق غير مجدية وغير فاعلة وبحلول موقعة ومرتجلة ولا يتوانى سلام عن الاسترسال فيضيف أن الصراع السياسي القائم على قدم وساق في أماكن عدة وعلى مختلف المستويات حالى دون التوصل إلى مخارج ولا يبدي خجلا من أن يخاطب القوى السياسية ليقول دعوا جانبا الصراع السياسي واشتركوا جميعا في إبعاد هذه الآفة الكبرى عن اللبنانيين والطامة الكبرى في تصريح رئيس الحكومة تكمن في إعلانه أن هناك قسما كبيرا مما يجري يتم في العلن وقسما في الخفاء دولتك مسؤول عن العلن وعن الخفاء فلا تخاطب اللبنانيين بالأحرف الأولى وأقدم على مكاشفتهم فإن وصلت إلى أول الطريق وشكوت من صراع سياسي قائم صارح مواطنيك وأكمل معروفك بتسمية هؤلاء السياسيين الذين يشكلون الحماية لملف النفايات ويدرون أرباحا فوق مزبلة فأنت رأس السلطة التنفيذية نفذ ما يطلبه الناس لما يريده السياسيون وعوضا من إعلامهم بأن هناك هدرا عاما أرشدهم إلى المتسببين بالهدر والعجز فعدل أو اعدل عن قرار سحب الاستقالة نبدأ من الأراضي المحتلة حيث أفيد عن مقتل طفل فلسطيني راضي حرقا وإصابة ثلاثة من عائلاته عقب حرق مستوطنين منزلين في قرية دومة جنوب مدينة نابلوس وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلوس لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن الطفلة علي سعد بوابشة البالغ عام ونصف توفي عقب استهداف المستوطنين لمنزله وأحراقه وقد أصيب في الحادث والداء الطفل وشقيقه أحمد البالغ أربع سنوات بحروق من الدرجة الثالثة وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة نابلوس للعلاج وأكد دغلوس أن مستوطنين هاجموا منزلي المواطنين سعد ومأمون دوابشة الذين يقعان على بعد أمتار من مدخل قرية دومة بالزجاجات الحارقة ومواد سريعة الاشتعال محليا الجيش اللبناني وأهالي المقدم ربيع كحيل ورفاق السلاح يودعونه في مأتم مهيب من المستشفى العسكري إلى الخندق الغميق فالباشورة تقرير رمز القاضي مدى ربيع كحيل الضابط المغوار في الجيش اللبناني في يوم مماته كما الأبطال وإن لم يستشهد على أرض المعركة فسيرة الرجل الذاتية الملأة بتضحيات من نهر البارد وصولا إلى عرسال وشخصيته المحببة إلى رفاقه جعلتا نجمه يصطع داخل المؤسسة على الرغم من ازدحام النجوم قيادة الجيش ورفاق السلاح والدعو كحيل وداع الشهداء حيث أقيمت له مراسم تكريم لدى الخروج بجثمانه من المستشفى العسكري وقلد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية ومن المستشفى العسكري انتقل موكب التشييع إلى الخندق الغميق المكان الذي تربى فيه كحيل وأمضى سنين عمره فشق طريقه بين المشيعين من أهله ورفاقه في مزدانة الطرقات بصوره وكانت لحظة دخول النعش إلى الحسينية مؤثرة جدا لسيما لعائلته الصغرى وزوجته ووسط حضور حجد كبير من قادة الألوية والأفواج والضباط والعناصر في الجيش أبرزهم قائد فوج المغوير العميد شامل روكوز إلى جانب عدد من النواب والشخصيات السياسية ألقى العميد أسامة العطشان كلمة باسم قيارة الجيش أعلن فيها أن لا تهون مع من يعتدي على أفراد المؤسسات العسكرية إن خيالة الجيش وكعادتها لم تفرد قيدا ملت بدماء شهداء الجيش في أي موقع كان وستدار الجريمة النكرار حتى توقيف القاتل عائلة كحيل أعلنت تخصيص مكفاءة مالية لمن يرشدها إلى قاتل ربيع وسط تردد معلومات عن سفره إلى خارج البلاد أنا بدفع خمسين ألف دولار لأي شخص بيوصلني لهشام بولوس ضاو أو بتواصل مع مخابرات الجيش لنلقى الأبد على هذا الشخص خمسين ألف دولار لأي شخص بيجيبه لهشام بولوس ضاو العميد جورج نادر قائد فوج المجوقل سابقا وأحد أبرز ضباط المؤسسة العسكرية كان من المفترض أن يكون هذا النهار موعدا له لزيارة ربيع وتهنئته بمولوده ربيع ولكن القدر كان أسرع نادر قال للجديد أن حق ربيع لن يضيع العسكر ينضيف ما عنده بلاء لجيشه الضابط الشجاع المتحمس دائما ما بيهدى ما بيرتاح المحب ربيع أنا بدي أخبر شغلية خصوصية عن ربيع ثلاثة ربيع ما عاشوا كان يعطين العسكرية البونية المنزين اللي يقبضون يعطين العسكرية هذا ربيع بي حنون العسكرية وبيقاتل عنهم بيدافع عنهم ربيع خسارة كبيرة واللي حرق أني أكتر من الخسارة مش موتة ربيع كل يتنا بوس منموت بشكل أو بآخر طريقة الموت تبع ربيع الإنفليات الأمنية ضابط بالجيش يقتل بهالشكل هيدا لي أقتل هالأسباب هيدا الحرقتني أكتر من الموت بحذ ذاته كان يسوى يموت بعرسين ربيع يسوى يموت غير محل هيدا ضابط يضموا وعكفوا مثل كل العسكر طبعا اللي عم يستشد هون وهو هيدا لي حرقنا حق ربيع عن مين اليوم حق ربيع حق ربيع على عدم الحكم القيسي على كل واحد بيمت إيد وبيقتل الناس بطريقة مستسهلة بهالشكل مثل ما قتل جوج الريف حق ربيع على القضاء اللي ما حكم على القتل وجيش وبعضن الهلة بتعدوا على الجيش أصدقاء كحيل جاءوا أيضا لوداعه وإلقاء النظرة الأخيرة ومن بينهم الموسيقي زياد بطرس للأسف أنه البلد فلتان بهالطريقة يعني هو بالآخر كلنا رح نموت يعني بس أنه هو كان يمكن يتمنى الشهادة بأرض المعركة بس أنه هاك يعني غدروا بهالطريقة المباركة شوهية وين عايشين بمزرعة بتاكساس أنا أعمل له المباركة معركة ربيع الأخيرة لم تكن لمصلحته فالموت كان أقوى مع أنه قاوم جروحه البالغة التي أصيب بها من جراء إطلاق النار عليه غدرا من قبل هشام بولوس دو وإلي دو على طريق بددون ولكن مضى ربيع وبقيت صورته رسخة في قلوب من أحبه رمز القاضي قناة الجديد أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرى وعائلة الضحية جورج الريف يقدمون التحية إلى المقدم الشهيد المغوار ربيع كحيل أمام المحكمة العسكرية أرادوها وقفة تضامنية مع المقدم المغوار الشهيد ربيع كحيل فنزلوا إلى المحكمة العسكرية عشية عيد الجيش وهناك وقف أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرى ينتظرون خارجا مرافعات محامي موقوفي عبرى في الداخل الموت والاستشهاد جمعهما وعائلة الضحية جورج الريف فقدموا التحية إلى فلذات أكبادهم وأزواجهم مطالبين بتحقيق العدالة لازم تتعلق المشاني ما بقى بدنا نقطة دم تنزل بلا سبب أنا بدي أعز أهله للمقدم ربيع وبدي أقول الله يصبرون إنه هيدا الكيس قبلون الله يجعل مسكنة جنة بإذن الله وهبته عند رب العالمي أهي مبارح تشوفته أنا وتذكر مش تذكرت يعني كل يوم ابني حدي زي ما إني كان عندهم عزة أنا عندي عزة كان طيب عيد الجيش إيجا نحنا الحلاء عيدية عندنا يظهروا لنا حق أولادنا بس على العليلة والمجرم ينال عقابه يعني بعد المقساة هي زيتا عم تتكرر كل يوم للأسف يعني ما في مين عم يضبط هالوضع الأمني الموجود بهيدا البلد استشهدوا تيكون ببلدنا قضاء مستكل مش بلد التدخلات السياسية يلي وصلت إلى سقوط شهيد جديد اسمه جورج الريف لأن القاتل لم يكن ليفلط من العقاب سابقا لو لا هذه التدخلات وما كان هلأ جرأ حدا على قتل مقدم المغوار ربيع كحيل على خلفية أفضلية المرور المطلوب انزال عقوبة الاعدام 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 لكل أزعر قاتل بهالبلد ما عاد هؤلاء الأهالي يملكون سوى دموعهم وصور أولادهم وأزواجهم يحملونها بحب وعيون حزينة تبحث عن عدالة في وطن التسويات ألين حلاق قناة الجديد وفي مدافن البشورة أيضا جرح لم يندمل وضرحان بات مزارا للعائلة تقرير نوال بري تعج البشورة ومقبارتها بمحبي ربيع الذين أتوا يودعون شهيد الغدر يبكون شبابه ويترحمون عليه ولكن وفي زاوية هدئة والدتان وأبوان يبكيان شهديهما المظلومين أيضا وكأنهم خسرهما اليوم فمحمد وعادل شهداء الأهمال ما زلت قضية استشهادهما منذ ثلاثة أشهر في أثناء تأديتهما عملهما في فوج إطفاء بيروت مفتوحة هما سقطا أثناء إطفاء مستودع في مارلياس ودخلا النار من دون تأمين أدنى معايير السلامة لهما نحن تعاطفنا وحزننا لأيام وانشغلنا بعدها بمآس أخرى طرقت على بلدنا لكن هؤلاء ما زالوا هنا يبكون أبنا خسروه على غفلة قبل الظهر بعد الظهر نحن هون المزار المزار عندي صار ابني ابني ومحمد لأن هيدولي رحوا مظلومين تؤبريني هيدولي إهمال استهتار هو أغلى شيء عنده والكل بيعرفوا بايوا بيعرف لحتى هن بيستغربوا بيقولوا لاش يا ماما إنه حمودي بيقولوا ما بعرف حمودي مميز عنده أنا حمودي غير شكل عنده يعني بحياته كلمة شفت كلمة ما أزاني فيها ثلاث شباب وبنتين بس كلهم بيد ومحمد بيد ومش محمد بقلبي وهن بيد وحق ابني أنا في رب بياخد لي حقه إنه أنا مرتان صار شايفته لأبني جايني بالحلم مرتان والله قال لي يا ماما إذا ما بتاخدوا حقه أنا بدي أخد حقه ما يجي ابني عم يشكي عم يقل لي يا ماما يا ماما وحكيتلها لأ الحجي قلتلها قال لي يا ماما أنا تعذبت كتير لمتت نار جهنم يا ماما يعمل لي تحد وكلهم بيعرفوا وحكيتلون يا بدي أترك هاك ابني أنا يعني يروح هاك وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يتابع التحقيقات منذ النهار الأول أصدر قرارا شف غليل الأهالي فقد أقال ضابطين ومسؤولا آخر من فوج الإطفاء ووجه تأنيبا خطيا لرئيس بلدية بيروت بلا الحمد وهو أمر يعتبر بالسابقة من وزير الداخلية ارتحنا يعني أولا كل شي بدنا هو وفق عليه يعني مطالبهم تكريمهم أهم شيء أنه التحقيق كان شفاف وكان مظهور بس نهاية التحقيق شو هي هلا أسمعت اليوم أنه توقف ثلاث ضباط احنا كنا رفعين دعوة نحنا فوج الأطفاء ومجلس بلدية بيروت ومن يشملوا التحقيق وبعدني لهلأ أنا الدعوة محمد أبضلني ماشي بالدعوة شو بدوا يصير يصير رأسهم بد يطالوا إذا لا في حبل دليل ولا في دو كشف وما في حدا نواقف على البيب ناطرهم قاعدين برا كانوا يمين عمشرة وبيبسي على الوريد بول بجوابوك فتكرون هربانين فتكرون هربانين ولعنصر من عناصر فقدون أكسم باللجورتي ممسى محطن إذا ابني عادل والمولى إلو نزم هن ماتوا هلا هن ببالهم ماتوا بس أنا لجورتي واللحد علي ممسى محطن لأن مكوي قلبه ما في شي بعود له يبتلوا إذا عندهم ضمير يحكوا الحقيقة هن قتلوا هن قتلوا تهتارون إهمالون ممسى محطن ممسى محطن نحن أنو الوزير مشنو حكم بعادل بشتغل بعادل وأول مرة بالدول اللبنان أو بدول العربية كلها سوا إنساني محكم بالعدل أنصف وعطانا جزء كتير من حقنا والفعل كان إنسان كتير يعني شفاف وتحي ومضبوط مرتب ووصلنا لنتيجة معينة محمد وعادل إذن وبفضل متبعة قضيتهما سينالان حقهما ويرقدان في سلام فهل سنشهد على إحقاق العدل في القضايا الثماني التي عشناها في شهرين الأخيرين؟ لوالبري قناة الجديد رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بيلال حماد رد في بيانين على التأنيب الخطي الذي وجهه وزير الداخلية إليه وإلى أعضاء لجنة المناقصات في البلدية على خلفية حادث الحريق الذي ذهب دحيته عنصران من فوج الإطفاء وأضح حمد أنه إزاء حملة تشهير التي تستهدفه لا يحق لوزير الداخلية والبلديات توجيه كتاب تأنيب إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت وقرار معلي غير قانوني وباطل شكلا وختم مع احتفاظنا بحقوقنا القانونية الكاملة المتعلقة بشكل ومضمون قرار وزير الداخلية والبلديات والنتائج التي يمكن أن تترتب عن هذا القرار بما في ذلك التشهير والإذاء المعنوي ومخالفة القانون واستطراضا فإننا نطالب بتحقيق كامل في هذا الإطار تبيانا للحقيقة وتحديدا للمسؤوليات أهلا من جديد ويبقى الجيش الجامع المشترك حملة من المجتمع المدني لدعم الجيش في عيده السبعين وتحقيق خاص لزميلة داريند عبوس ما في إلنا اليوم غير الجيش اللبناني جامعنا المشترك ما في إلنا غير الجيش اللبناني جامعنا هي قبلة فخر واعتزاز على جبين كل ضابط وعسكري وجندي شهيدا كان أم مقاتلا في الميدان حملة شكر انتشرت في الشوارع والمناطق اللبنانية من أفراد المجتمع المدني لحام الحمى في عيده السبعين الذي لو لا تضحيات أفراده لما بقي كيان اسمه لبنان في غمرة السواد الأمني والتقاطل السياسي والطائفي حملة دعم الجيش الجامع انطلقت هذا العام من فكرة الألوان المختلفة التي تشكل التنوع الفكري والسياسي للبنان لتعود هذه الألوان نفسها وترسم بشكل مرقة البزة العسكرية الحامية للتنوع والحريات الفكرة بدأت تقريبا من سبعة الشهور تنطرح أول فكرة أجيت هي أنه المجتمع الأهلي والجيش اللبناني كيف ممكن يصير شيء هالنسيج لأنه الجندي منه بس حاجز الجندي هو حدا بيتفاعل معنا كل يوم أول شغلة طلعنا فيها عند الجنرال أهواجي كان هيك كفكرة بعدها منا مبلورة مضبوط أعطينا الفكرة كان كتير هيكي عريق عشتغلوا وطعوا خبروني بدي شوف شيء يعني حسنا أنه الجيش فعلا هو بيجمع الكل وفكرة أنطلاقة من فكرة أنه قديش نحن في خطأ شيء عم نستعمله كاللبنانية وقتها اتنين بيتفقوا على شغلة بيقولوا في بيناتنا قاسم مشترك هو مش صحيح قاسم المشترك وشي بيختلف عليه اتنين أو فريقان بينما الكلمة الأصح أو يعني الفكرة الأصح هي الجامعة المشترك فمشان هيك ما عملنا شيء نحن فرجينا تو فيجولز أول فيجول القاسم المشترك في كل الألوان هن زيتهم الألوان جمعنا هون بس جمعنا هون بس جمعنا هون بطريقة صلبة أكتر يعني بنفس الطريقة طريقة الطرقية الكاموفلاج الجيش متداخلة بين بعضها لأنه هيدا اللي بدنا يعني يعني صراحة بدنا كل هالألوان تبقى بس تكون يعني مرصوصة ببعض أكتر طلعت الفكرة وصلنا لعنده أخدته على الأد دقيقتين لا يقول أوكي وأكيد مديريت التوجيه يعني نحن كمان اليوم الانفتاح بالتعاطي بهذا الشي مع تيم كتير هيك تعرف تيم اللي اليوم كل يوم بيطلع لك بنهف بخبرية سامي بهذا المحل حدا بيكون لسنر ونحن بنعمل براينستورمينج هذه الفكرة التي أعد لها فريق شببي كبير من شركة فينومينا لاقت استحسان قائد الجيش ومدرية التوجيه حملة أجت كمانا لحتى تلون شوي وقعنا الأسود مطرح ما مظبوط عم بيجتمعوا تحت أمبريلا عم بتجمعوا نهي جامع المشترك وعم بالجيش اللبناني لو بتلاقي كل الألوان وكل الأطياف وكل التواقف معدو الحملة يوافقون على أن الجيش بحاجة إلى دعم عسكري ولوجستي ومادي لكن الدعم المعنوي ضرورة أكيد الدعم العسكري أساسي بس هذا لا يتناقض مع هذا بل يدعم اليوم الجيش بعيده بصراحة بحاجة لقلب كل لبناني يقول له أنه أنا معك أنا بحبك أنا بدعمك وفي إطار الحملة سوار من القماش المرقت الذي تصنع منه البزات العسكرية يزين معصم محبي الجيش الذين يؤكدون عبر هذه الخطوة الرمزية الاحترام الكامل لهذه البزة لأنه ما فئلنا غير الجيش اللبناني جمعنا دارين دعبوس قناة الجديد اعتبر رئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري أمام زواره أمس أن تطيير الحكومة يعني تطيير البلد وهذا أمر لا يمكن أن يحصل وأضاف إن الحكومة خط أحمر على الأقل بالنسبة إلي وبالنسبة إلى الإخوة في حزب الله وموقفي وموقفهم ليس من باب الكلام بل هو موقف جدي ومن يرد إسقاط الحكومة من دوننا فليجرب فالمسألة ليست بالعافية والرئيس تمام سلام يقوم بواجباته ويعمل لاستيعاب الأمور لتستمر الحكومة في تحمل مسؤولياتها وسئل بري أيضا عن الحراك الفرنسي في اتجاه إيران وغيرها وأعلان الرئيس فرانسواء أولاند أنه سيزور لبنان خلال الأشهر المقبلة فأشار إلى أن المرحلة الآن هي مرحلة انتقالية فالاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية يترسخ وهناك فترة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى تبدأ الحلول ولذلك علينا في لبنان أن نعمل على معالجة قضايانا والأسيام منها الملحة لنكون مهيئين لاستقبال الحلول عندما يحين أوانها لأن المرحلة الآن ليست مرحلة حلول سلام يؤكد أن خياراته مفتوحة وسيلجأ إليها عند الضرورة ولجنة ملف النفايات تخفق مجددا وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان سلزلي في جلسة مجلس الوزراء رأى رئيس المجلس تمام سلام أن مشكلة النفايات وصلت إلى ما وصلت إليه نتيجة تراكم سنوات من محاولة معالجة هذا الملف بطرائق غير مجدية وغير فاعلة ودع القوى السياسية إلى ترك الصراع السياسي والمشاركة في إبعاد هذه الآفة عن اللبنانيين وعرض الاستحقاقات المالية الداهمة والأضرار التي تتعرض لها البلاد نتيجة تعطيل المؤسسات الدستورية قائلا إن هذه الأضرار قد لا تكون طاهرة مثل النفايات لكنها تضرب في العمق بنيتنا ومسارنا وقال دولة الرئيس إذا لم نجد مخارج وحلولا جدية لاستمرار عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي فإننا سنصل إلى عجز كبير لقد سبق قلت إنني مستعد للمساعدة في تجاوز هذه المعضلة لكن إذا اصطدمت بحائط مسدود فإن خياراتي مفتوحة وسألجأ إليها إذا احتجت إلى ذلك وأبقت اللجنة الوزرية المكلفة متابعة ملف النفايات اجتماعاتها مفتوحة بعدما أخفقت لجنة متابعة ملف النفايات الصلبة في التوصل إلى حل خلال اجتماعها الخامس الذي أعقدته في السراية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام أعاد الجيش وفتح الطريق عند جسر الرينج في الاتجاهين بعدما قطع عدد من الشبان الطريق عند أول جسر وافترشوا الأرض وأضاء الشموع مطالبين بتوقيف قاتل المقدم الشهيد ربيع كحيل بعدما سرت أقويل وإشاعات بأن قاتل الشهيد هرب إلى الخارج حشام الدول اللي قتله العميد الشعيد ربيع كحيل البطل المغور وإذا الدولة ما أدري تطاله لأننا ما عارفوا وين إذا نحن عرفنا وينه نحن هنأخذ بالطار وهي دي علنان على الهوى عن نحكيها زار قائد الجيش العميد جون قاوجي البطيير كبشار الرعي في مقره الصيفي في الديمان وقد بادر الرعي إلى تعزية قاوجي آسفا على الحادث الأليم الذي أدى إلى استشهاد المقدم في الجيش ربيع كحيل وقدم الراعي التهنئة لقيادة الجيش وضباطه وأفراده بعيدهم وعرض الراعي وقاوجي في خلوة التطورات المحلية لا سيما الأمنية واستكمل اللقاء إلى مائدة الغداء وقدم قاوجي إلى البطيير كدية عبارة عن علبة تحمل في داخلها ورقة نقضية من فئة الخمسين ألف ليرة لبنانية صدرت حديثا من مصرف لبنان لمناسبة عيد الجيش ذهمت قوة من الجيش أماكن مطلوبين في محلة الزهري ترابلوس وأوقفت اللبنانيين عبدالله محمود مسعود وشقيقه عزام وعلي أحمد العبد وعدي أحمد لعبيد وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة المختلفة وفي محلة حار التحريك في الضاحية الجنوبية أوقفت قوى الجيش الفلسطيني علي محمد العبد المطلوب بجراء معدة كما أوقفت قوى من الجيش في مناطق تورزة الكورة واللبوي بعلبك واجديدت المتن ستة سوريين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية وأوقفت أيضا عشرة آخرين من السوريين لتجوالهم في الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية وفي بلدة عرسال أوقفت دورية لمديرية الاستخبارات المواطن فهد جاد عودي الذي كان يقود سيارة بيك أب عائدة إلى المواطن فهد عز الدين وضبطت في داخلها مخبأ يحتوي على كمية من الأسلحة العلاقات الثنائية بين لبنان وأستراليا تناولها الوزير السابق فايسل كرامي والسافير الأسترالي جليم مايلز الذي زار ترابلوس على رأس وفد وتوقف كرامي عند أزمة النفايات في العاصمة بيروت موضوع منه تقنه موضوع مالي وعلى المدعي العام المالي أن يتحرك بشكل جدي ليكشف للبنانيين عن تورط الفاسدين والمفسدين بهذه الجمهورية اللبنانية الكريمة وعن من استفاد كل هذه الفترة ومن يبتز الدولة اللبنانية وقد أعرب كرامي عن ارتياحه الوضع الأمني في عاصمة الشمال ترابلوس طارق الملاح وفراس بو نصر الدين قيد الاعتقال ريثما يعود الوزير رشيد درباس من عطلته الأسبوعية بعد ثلاثة أيام على توقيفهم ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد حيدر على الموقفين طارق الملاح وفراس بو عز الدين واثنين آخرين بجنحة القطح والذم وحدد المحاكمة في الرابع من آب في قضية التعرض لكرامة الوزير رشيد درباس كرامة الوزير كانت أكبر من أن يلجأ إلى الادعاء شخصيا على الشبان وبعد التهديد والوعيد الذي أطلقه وزير دولة بأنه سيأخذ حقه بيديه في حال لم يحصله القضاء وأنه سيدعي شخصيا عليهم أحجم الوزير عن ذلك وكلف صائقه الادعاء الشخصي أصدقاء طارق وفراس لم يجدوا سوى خيار التوجه نحو وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بإطلاق سراحي من تبقى في الأسر وليدة فراس تريد رؤية ابنها فقط لا تعرف كيف باستطاعة وزير أن يستغل متاهات القضاء لعدم الإفراج عن طارق وابنها كيف ولماذا لم يطلق صراحهما كل المواد التي تم الادعاء فيها عليهم هي مواد تصل عقوبتها قصوة لسنة وبالتالي حسب الماد 107 من أصول المحاكمة الجزائية لا يمكن توقيف الأشخاص بهذه الجرائم بهذه الأدعاء لا موقفين هلا وبالتالي السؤال يتواجه للنائب العام يلي أخذ قرار بتوقيفهم ليش توقفوا طالما القانون لا يسمح بتوقيفهم رابعا وهون بتوصل اللعبة لتكتمل لعبة وزير درباس أنه لحتى نقدر نطلب إخلاء سبيل من القاضي المنفرد الجزائي اللي تحولوا لقلو نحن بحاجة أنه نعمل إخلاء سبيل طلب إخلاء سبيل فالتدعم لازم نبلغه للمدعي المدعي شوفيره بيصير الاتصال فيه بيصير البحث عنه من قبل المباشرين مش موجود ببيروت سكروا البيت هون راحوا على ترابلوس تم التواصل معه على التليفون الآن بيتبلغ نهار التنين يعني كأنه المدعي عم يحكم على الشابان أنه يبقوا أربع أيام إضافية بالاحتجاز بس لحتى يخدم مشروع معين وبالتالي نحن بطلنا اليوم عم نحكي بس عن تدخل بالقضاء بطلنا عم نحكي عن شكوى وزير ضد شباب عم بيعبروا عن رأي صرنا عم نحكي عن شيء أقوى من هيك يعني هو عرقلت العدالة وعرقلت القاضي من أنه يبقى طلب إخلاء السبيل لا شك في أن الوزير درباس يحتاج إلى الراحة ولا شك في أن صائقه تعرض لصدمة النفسية من جراء التعرض للسيارة من قبل المتظاهرين ويحتاج إلى ثلاثة أيام من النقاها وفيما يمضي الوزير وصائقه عطلتهما الأسبوعية بعيدا من كل هذه الضجة على طارق وفراس الانتظار والصبر وإذا كان الله مع الصابرين فللقضاء أولويات أخرى آدم شمس الدين قناة الجديد أهلا من جديد في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج ضباط من الكلية الحربية بحضور ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن سعودية ومصر هما الأمينتان على الأمن القومي العربي التحديات كتير والتهديدات كتير ولا يمكن أبدا أن نستطيع إلا معا أن نتغلب عليها ونتصدى لها والحقيقة يعني مصر والسعودية هم جناحة الأمن القوم العربي ومعا نستطيع أن نجاب هذه التحديات وعشان كده بقول مرة تانية دي رسالة قوية واضحة لينا كلنا لينا كلنا مش بس في مصر وفي السعودية لا كمان لدول الخليج والدول العربية إن شاء الله لن ترون إلا معا المملكة السعودية تقصر طريقها نحو الإفلاس بصفقات أسلحة أمريكية بمليارات الدولار وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة للسعودية قيمتها خمسة مليارات وأربعمائة مليون دولار تحصل بموجبها المملكة على الصواريخ إضافية من تراز باك ثلاثة التي تصنعها لوكهيد مارتن وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن الصفقة ستفيد شريكا مهما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإن صواريخ باك ثلاثة تتصدى للطائرات المغيرة وتعترض الصواريخ وهي مستخدمة حالية في الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا واليابان والتيوان والإمارات العربية المتحدة كما وافقت الخارجية الأمريكية أيضا على صفقة ذخيرة محتملة للسعودية قيمتها 500 مليون دولار بهدف إعادة تزويد القوات البرية السعودية بما يمكنها من مواصلة حماية الحدود الجنوبية للمملكة من الهجمات وممجموعه 6 مليارات دولار سيدخل ضمن لائحة العجز التي تحدثت عنها الفينانشل تايمز إذ أعلنت على المملكة العربية السعودية تعاني عجزا ماليا يرجح أن يبلغ 130 مليار دولار مع نهاية هذا العام وذلك بفعل انخفاض سعر برميل النفط في مقابل ارتفاع الانفاق العام من قبل الحكومة السعودية وأشار التقرير إلى اقتراض المملكة 4 مليارات دولار على شكل سندات من الأسواق المحلية فيما أظهرت الأرقام أيضا انخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية بنحو 65 مليار دولار جرى صرفها للغرض عينه استعانة المملكة بسندات والاحتياطي تزامن وراتب الشهرين الذي قدمه الملك السعودي إلى موظفي الدولة إلا أن الاقتصاد السعودي بحاجة إلى إعادة الأمل من خلال رفع سعر برميل النفط إلى 105 دولارات علما أن معدله الوسطي في العام الماضي بلغ 58 دولارا ومدام ارتفاع سعر برميل النفط بما يتخطى 100 دولار ليس مرجحا في المدى القريب فإن احتياطي المملكة من العمولات الأجنبية الذي بلغ قرابة 737 مليار دولار العام الماضي مرجح لأن يصرف كله مع نهاية عام 2018 بحسب ما أشار تقرير الصحيفة البريطانية 350 مواطنا فلسطينيا معرضون لنكبة جديدة على يد العدو الصهيوني في قرية سوسيا قضاء الخليل تقرير نيزار حبش خمسون منشاة فلسطينية تضم مئات المواطنين على 3000 دنم في قرية سوسيا قضاء الخليل معرضة لنكبة جديدة في أي لحظة بعد قرار صهيوني يقضي بترحيلهم عن أراضيهم لصالح توسيع المستوطنات الإسرائيلية المحاذية عائلة النواجعة واحدة من العائلات المهددة بالتهجير القصري تؤكد إصرارها على البقاء في أرضها مهما كلفها الثمن بحسي لني قلبي بجعني مجهور ومذلولي بس في المستحيل لو بدنا نموت ما هو واحد مننا بقوم بنفضل إحنا في تهجير في تهجير يعني هم يطبعوا فينا بس نموت يعني فيها وين نلقي إحنا نموت في وطاتنا ولا نطلع منها معنا طابة أنا بدأت حياتي شاب وهي أرض صارت شايب وإحنا بنعاني ما جد علينا إشي جديد ومن موليد سوسي قبل قيام دولت إسرائيل بسنتين أنا أكبر من دولت إسرائيل يعني وأنا موجود على هاي الأرض ومصاحة لأبني لبيت لأولادي فالخيام قاعدين يعني منكرين حق الوجود وصدر قرار العدو بترحيل القرية بحجة افتقارها للبنية التحتية على الرغم من أن حكومة الاحتلال هي التي تمنع الأهالي تطوير قريتهم ليس هذا فحسب بل تقوم بهجمات يومية مع قطعان المستوطنين في محاولة لترهيب الفلسطينيين هناك وضق أهلي سوسيا مرارة الهجرة عام ثمانية واربعين وعام ستة وثمانين بعد تدمير قريتهم بالكامل ليعود العدو ويهجرهم للمرة ثالثة بعيدا عن أي دعم ومساندة رسمية فلسطينية وفقا لما يؤكدون يجعون الحكومات الفلسطينية من أجل التصوير والإعلام من أجل أنه يثبتوا للعالم أنهم عملوا شي أنهم وصلوا إيش أنهم وقفوا مع منطقة ماية مثلا بس هم في الحقيقة لا يعملوا وما عملوا معنا ولا أي شي بس مجرد إعلام وتصوير وأنه هاي المنطقة وصلناها وهي رحنا وهي أجينا عليها بفقا وفي الوقت الذي يهجر الفلسطيني من أرضه عنوة قررت حكومة العدو قامت ثمانمائة وحدة سلطانية جديدة داخل الضفة الغربية المحتلة نكبة وراء نكبة يتعرض لها أهالي قرية سوسي منذ العام ثمانية واربعين ولغاية اللحظة متركون وحدهم يناضلون بصدورهم العارية ضد نهش إسرائيلي منظم من نراضي قرية سوسي في محافظة الخليل نزر حبش قناة الجديد ولا نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادر اليوم في بيروت لجمعة 31 تموز 2015 ونبدأ مع النهار ديوانية العقم الحكومية تراكم أطنانا نفايات التعطيل يحرم الضباط ترقياتهم في عيد الجيش أنقرة فتحت تحقيقا قضائيا ضد زعيم كردي وخمسة قتلى في هجمات لحزب العمال في عنوين السفير 743 مليون دولار من الهيبات والقروض مهدداء الحكومة إلى الغيبوبة والنفايات إلى الغيب السيسي وابن سلمان مصر والسعودية جناح الأمة أفق استراتيجي للعلاقة أم إعادة تموضع في الظل النووي في عنوين الأخبار محمد بن سلمان للسوريين مشكلتنا معكم تحالفكم مع إيران علي مملوك في الرياض انتفاضة الإقليم النفايات تفرز رأيا عاما زياد الرحباني في افتتاح أهدنية ننتقل إلى عنوين الأنوار مناقشات حكومية بلا نتيجة ومطامر الكارنتينة تغفل المطاحن الجيش يهنئ العسكريين بعيده ويضبط أزلحة وذخائر بقلم رفق هوري هل نراجع الرهانات على انتصارات في سوريا المعارضة استمرار التقدم باتجاه الساحل السوري رئيس شركة سوكلين يحمل الدولة مسؤولية مشكلات وفاية أما في الديار المحضر التفصلي لجلسة مجلس الوزراء بري الحكومة خط أحمر بالنسبة لي ولحزب الله وتطويرها تطوير للبلد النصر قتلت شيخا درزيا أمام عائلته في جبل السماقة في عنوين المستقبل أن فيات مراوحة في اللجنة الوزرية وبيروت تتبنى التصدير التعطيل على حاله وخيارات سلام مفتوحة ربيع كحيل شهد الفلتان السيس مصر والسعودية جناحة الأمن العربي في عنوين البناء بوغدانوف يبدأ التحضير لموسكو ثلاثة بعد إعلان دمستورا عدم نطج جناف أن فيات تهزم التعينات والأليا الحكومية ولا تنتصر والحكومة تغرق في الفشل تشيع كحيل يبكي اللبنانيين ويوحدهم ضد استسهال القتل والحمايات السياسية رسالة الغارة الإسرائيلية على قوسايا طبول الحرب تقرع في إدلب بين جيش الفتح وأجنى للشم في عنوين اللواء سلام يتجه لتعليق الجلسات وأنصار عون يستعدون للشارع بلدية بيروت تقترح تصدير النفايات والفلتان الأمني يدفع الكويت لتحذير رعاياها إليكياب علبك ستون عاما على المهرجانات إعلان القاهرة القوى المشتركة والتعاون الاقتصادي في عنوين البلد بلدية بيروت لترحيل النفايات والحكومة ترحل أزمتها إلى ثلاثاء دولة بلا أفق القاهرة والرياض تتفقان على تشكيل قوى عربية مشتركة العراق لتركيا الغارات اعتداء على سيادتنا ننتقل إلى الجمهورية بري ما يريد إسقاط الحكومة فليجرب سبعون عاما من التضحيات توقيف ميم ميم نموذج عن وسطاء الإرهاب الإقليمي في عنوين الحياة طلبت من بارزان إبلاغ حزب أجلان بشروطها تركيا تتمسك بنزع سلاح الكرد السني إعلان القاهرة يشدد على تطوير التعاون العسكري وإنشاء القوى المشتركة السعودية ومصر تؤكدان متانة علاقاتهما موسكو شامتة ولا تنتظر نجاح خطط المنطقة الآمنة صمت روسي وقلق من فوضى شاملة أخيرا مع الشرق الأوسط وفي عنامينها الشرق الأوسط تكشف معلومات عن خلية أقامت في فنادق فارها بطهران وتدربت على التنصت وتغليف شرائح الهاتف بالقصدير الحرس الثوري درب سعوديين وبحرينيين لتنفيذ عمليات في دول الخليج ولي ولي العهد شارك في حفل تخريج الكليات العسكرية والسيسي القاهرة والرياض جناحة الأمن القومي العربي اتفاق سعودي مصري لتعزيز التعاون العسكري الأمم المتحدة تتبنى فكرة إرسال مراقبين دوليين لليمن والآن نذكركم لأبرس العنوين عبيلكم تزوروا إسبانيا؟ هلأ وقتاً مع أكرم برنيمج من بانك بيبلوس صار فيكم تستبدلوا بس 29 ألف كارد مايل بتيكت على إسبانيا كان في النشرة نهاية مغوار شجاع المشنوق يطفئ حرقة الإطفاء ويؤنب حمد أنا لجورتي واللحد علي ممسى محطن جلسة العجز واللاقرارات فإن خياراتي مفتوحة وسألجأ إليها إذا احتجت إلى ذلك السعودية تزيد عجزها بشراء السلاح والآن هذا كان كل شيء في نشرتنا طبعاً موعدنا التالي في موجز عند العاشرة والنصف ضمن الحدى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر